بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم النهاردة هعمل لكم مكرونة سهلة وسريعة وطعمها طحفة مستعجلة قوم اعملها كده في ثواني لا تسلوي ولا تعمل صلصة ولا تشغلي بالي كله كده في حلقة في حلة واحدة والطعم جميل جدا أنا عملته جنب بناه عملت المكرونة جنب البناه تبقى حلو قوي يلا بقى نروح على النار ونجيب حلو نحط فيها شوية زيت نحط المكرونة وفضلي قلبي قلبي بقى من تحت الفوع عشان ما فيش واحدة تتحرق واحدة تبقى معاكي لسه ما تتحمريتش حاولي بقى تقلبي على طول اللهم صلى على سيدنا محمد افضلي قلبي زي ما قلتلك لغاية لما تحمر المعاكي بالمنظر ده شايفين انا مش عايزها غمقة قوي وفي نفس الوقت مش فتحة قوي خلاص حمرتيها هتحطي بقى لها شوية توابل هتحطي لها ايه طبعا الملح ده اساسي هتحطي ملح كامون فلفل اسود بابريكا وحطي كمان ورقتين لورا قلب التوابل كده كلها في المكرونة الاول قبل ما تحط الميا هتكوني بقى خلطة طماطمتين في الخلاط وتقوم حطهم عليها. قليب التوابل كويس قوي في المكارونة. على فكرة دي اللي تديلها ريحة كمان ونفس حلو. نزلي بقى طماطمين كده تلاتة خلطان في الخلاط على حسب الكمية اللي عندك. وقليب كده شوحي المكارونة مع الطماطم. شوية كده حلوين على النار قبل ما تحط المية. حبات المكارونة بقى تتغلف بالتوابل ده وبالتماطم. وهتبقى حلو او. اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد. نبتدي بقى ننزل بالمية. هوريكي مقدار المية. طبعا لحسب الكمية تعمليها. هذا مقدار المية شايفين يدب ايه فوق المكارونة بشوية. يعني اغطي المكارونة وفقها كمان بايه. آآ شوية صغرين خالص. ده ما بقريكو بقى المراحل لسا بتاعتها بعد ما نشفت المية شوية. لسا فاها مية هغطي عليها. وهدي بقى شوية. عايز اقول لكم كمان معلومة انا بسلق هنا بيت. فعشان اسلق البيض وفي حاجة ما مش عايزها تسود مني وتغلبني في الغسيل. فبحط لامونة او نص لامونة فيها. واول ما المية تغلي بنزل بشوية ملح وانزل بالبيض. ده طريقة في سلق البيض. في ناس كتير ما تعرفش موضوع اللامونة ده ويتغلبه يعني لو هم بيعملوا بسلقوا البيض فاي حاجة آآ يعني ما تكونش مخصصة للبيض فبيتغلبهم في الغسيل. انتو حط نص لامونة هتلاقيها بيضة حلوة اوي زي بعد ما تخلص السلق السلق يعني هتلاقيها لسا بيضة. ما ولا هتحتاج اي دعك منك تغسلها عاديك خالص. وشوية الملح عشان البيض ما تسلقش منك وانت بتقشره. هنا المكرونة هي بتقربت تستوي شوية برضو يعني هسيب برضو النار هادي عليها شوية واغطي عليه. طبعا بقى بحمر بطاطس. مع البيض وعنق وبناء. البناء دي انا عملتوا معاكو قبل كده. عشان كده ما قلتلكوش على الطريقة دلوقتي. اساسي البناء يكون مع مكارونا بيبقى حلوة. مكارونا بقى متحمرة زي دي او مكارونا بالسلصة اي حاجة. تبقى حلوة. ده كان فيديو كده خفيف كده على السريع. هي وصفة مش اللي هي يعني بس حبيت ان انا اقولها برضو فيه ناس ما بتعرفش المكارونا المتحمرة دي بس هي بصراحة سهلة وسريعة وحلو او بتعمها حلو بجد. وآآ مختلفة عن ما كله سلق سلق سلقية. يا ربي بقى لتعجبوها القناة او بتعجبها فيديوهاتي. اشترك معي. لو لسه اول مرة شوفيني اشتركي معي. وعمليلي لايك. وحبيبي متابعيني يعملولي لايك. تبخلوش عليا. ده بقى كان غدا بسيطة على السريع كده. البنية برضو انا عملته على السريع. طريقة سريعة. هنا عملتها قبل كده في القناة. اللي عايز طريقة البنية يرجع للفيديوهات القديمة. وهسيبها لكم برضو طريقة البنية في صندوق الوصف اللي هو كان غدا نباع السريع ده. يا ربي اه اه اجيبكم بالهنة والشفا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.